النهاردة بقى الخبر الموجود ان اسرائيل الآن زي امريكا خلي بالكم الخبر اسرائيل قلقة مثل امريكا من احتمال اقصاء ابن سلمان شفتوا شايفوا الانوان قدامكم اسرائيل الآن اسرائيل الآن زي كده ترامب بالضبط اللي اكد في تصرحات كتيرة ان الحقيقة خايف على علاقته بمحمد بن سلمان شفتوا لاي مدى اسرائيل تحارب الى اقصى المدى من اجل ان يبقى محمد بن سلمان وليه العهد الكلام اللي احنا بنقوله بان اسبوعين تلاتة الكلمة العبقرية والاعتراف العبقري اللي بنشكر عليه حقيقة يشكر عليه ترامب ترامب ده شفوا جنة في مرحلة مهمة جدا جدا رجل دم السياسي رجل تاجر والتاجر فاجر فاجر قالك لو لا السعودية ما كانت اسرائيل ادي اسرائيل في الصحافة الاسرائيلية الآن طبعا كتب الكلام ده كاتب اسمه عموس هارئيل هو اللي تكلم عن هذا الموضوع وقالك من صاغة يعني فيه ادعاءات كبيرة جدا من رئيس الحكومة الاسرائيلية بينما نتنياهو هو الآن الراجل عنده مبالغ حتى في توطره يا سلام يعني نتنياهو الآن قوي ايه والله كلام ده اللي قوله اسرائيليين قالك الآن مسكين لقدر يأكل ولا يشرب ولا ينام وحالته وحشة قوي كلام ده اللي بتقوله الصحافة العبرية ليه خايف ان محابب سلمان يمشي والآن زي ترامب بالزبط ايه ده احنا وصلنا جماعة وكان قدر الخيانة واصل الى هذا المدى قدر الخيانة واصل الى هذا المدى واحنا ما كناش نعرف يا الله يرحم الشهيد جمال خشوجي اللي اظهر لنا الكثير جدا مما كنا نسمى عنه بالامس في الكواليس اليوم اصبح على عينك يا تاكر لا طبعا احنا كنا عارفين بس يعني كنا بنستهبل او كنا مش بيصدقين ان احنا كده يعني بنكذب نفسنا لكن طبعا يعني كلنا عارفين ان من يجلس على عرش اي دولة عربية هو الآن ينصب بشكل كامل اللي لم يكن خيانة كاملة يتم يكون مصيره زي مصير الدكتور عمد نورسي جدا سنة ومع السلامة ان ما كنتش انت تقعد على الكرسي ده بشروطنا يا حبيبي ما انتش قاعد فاحنا طبعا طول عمرنا كنا عارفين ده بس يعني عارف انت لما بتكذب مش عايز تستدق نفسك يعني لا مش معقولة بيكون وصل لحالة دي لا وصل لحالة دي لو لا امريكا لو لا السعودية لما استمرت اسرائيل ده كلام ترامب حتى فكرة الكلام ده زعى الاسرائيليين قالوا انت بتفضحنا ليه يا عم احنا فيه علاقات علاقات عرفية انت هتفضحنا ده انا كاتب ورقتين عرفي هتطلعهم نشرة في الجرنان لو لا السعودية لما كانت اسرائيل ولولا السيسي ما حمى سيناء وفرخ عشان ولولا 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 انتوا عارفين نفس الاشخاص اللي بيقعد ويمشي حصل مع دكتور محمد مرسي سانة ومشوه حصل مع دكتور مونسف المرزوقي تونس سانة ومشوه تلو ما دخلتش في العجلة ما دخلتش جوه الدائرة ما لكش قاعد بعد اشتركوا في القناة